على هامش إعلانها تشكيل لجنة خاصة لضبط الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة أكدت وزارة التربية أنه في حال قيام أي مدرسة بزيادة الرسوم الدراسية دون الرجوع للوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها والتي قد تصل إلى سحب الترخيص كعقوبة قصوى أعلنت وزارة التربية تشكيل لجنة خاصة يرؤسها وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري لدراسة وضع دوابط لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة العربية والأجنبية ومن جهته قال الأثري أن لجنة التي شكلها وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ستنتهي من عملها نهاية شهر الجاري مضيفا أن ما تقرره من خلال توصياتها سيتم تطبيقه على المدارس العربية والأجنبية وأكد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالرسوم الدراسية المقررة وعدم زيادتها دون الرجوع إلى الجهات المختصة بالوزارة موضحا أنه في حال قيام أي مدرسة من ذلك ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة تجاهها والتي قد تصل إلى سحب الترخيص قعقوبة قصوى ودعا أولياء الأمور إلى إبلاغ الوزارة عن أي مدرسة تقوم بزيادة الرسوم مع تقديم ما يثبت ذلك مضيفا أنه سيتم التعامل مع البلغات بكل جدية وسرية بما يكفل عدم كشف هوية المبلغ ما لم تستدع طبيعة البلاغ خلاف ذلك